دعاء كميل بصوت الردود الحسيني السيد علي الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد ولمحمد اللهم إني يسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لها يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت سركان كل شيء وبعلمك الذي يحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي يضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اخفر لي الذنوب التي تهتك العصام اللهم اخفر لي الذنوب التي تنزل النقم اللهم اخفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اخفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اخفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اخفر لي كل ذنب أذنبت وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكريك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكراك وأن تلهمني ذكراك اللهم إني يسألك سؤال خاضعا متذل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متعاضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته هو عظمى فيما عندك رغبة اللهم أعظمى سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائح ساترا ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومن نكى عليه اللهم مولاي كم من قبيح سترتا وكم من فادح من البلاء يقلتا وكم من عثار وقيتا وكم من مكروه دفعتا وكم من فناء جميل لست أهلا له نشرتا اللهم عظمى بلائي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد ومالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بقيانتها ومطالي يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبتي على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في الأحوال كلها رؤوفا وعليا في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري إلهي ومولاي جريتا علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولما احترس فيه من تزيين عطوي فغرني بما هو وسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض وامرك فلك الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه خضاءك وألزمني حكمك وبلاءك وقد دتيتك يا إلهي بعد تخصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما كسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مطرا مما كان مني ولا مفزعا نتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إيايا في سعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شدي وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي ابني لابتداء كرمك وسالفي بالركابي يا إلهي وسيدي وربي أترى أك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهجابه لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق عترافي ودعاي خاضعا لربوبيتك إيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من ندنيت أو تشرد من ناويت أو تسلما إلى البلاء من كفيته ورحمت وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتصلط النار على وجوب إن خرت لعظمتك ساجدا وعلى السنين نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب عترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارحا سعد سلاوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنة ما هكذا ظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكر قليل نكتوه يسير بقاء قصير مدة فكيف احتمالي لبلاء لا آخر وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدة ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها ضج وأبكي لأليم العذاب وشدته يملط للبلاء ومدته فلئن صيرتني للعقوبة مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلاء وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجاء عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لإن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهل أضجيج العاملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادي أنك إن كنت يعاولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد المسلمين سجن فيها بمخالفته وذا قطع معذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك طجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرق لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانا أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا أم كيف يتقل قلوبين أطباقها وأنت تعلم صدقا أم كيف تسجره زبانيتها وهو يناديك يا ربا أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وأحسانك فباليقين يقطع لأولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معالديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كانت لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس يجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأنت جلاثنا قلت مبتدئا وتطولت بالنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقطية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه يجريتها أنتهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرمين أجرمت وكل ذنبين أذنبت وكل قبيحين أسررت وكل جهلين عملت كتمته ووعلنت أخفيته ووظهرت وكل سيئتين أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكونوا مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم وشاهدا لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير تنزله أو إحسان تفضله أو بر تنشره أو رزق تبسطه أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي والسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا علي من بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك مامورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا أمن إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب قوي على خدمتك جوارحي واجد على العزيمة جوارحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرح إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنوى منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن رادني بسوء فأريد ومن كادني فكيد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلتان منك وأخصهم زلفتان لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجاة وقلبي بحبك متأيما ومنا علي بحزني جابتك وأقلني عثرتي واخفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم اللجاب فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك وإليك يا ربي فبعزتك لا يستجب لي دعائي وبلغني منعي ولا تقطع من فضلك رجائي وكفني شر الجن والإنس من عدائي يا سريع الرضا اخفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فحال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صلي على محمد وعالي محمد وافعل بي ما أنت أهلوك وصلى الله على رسوله والأمة الميامين من ناله وسلم تسليما كثيرا وصلى الله على محمد وعاله الطيبين الطاهرين